على كل حالة نعايز أبدأ كلامي وحضراتكم نبدأ أول حلقات هذا الأسبوع ونتكلم شوي عن نادي الأهلي نادينا اللي أكيد بيستعد دلوقتي لعودة النشاط المحلي بعد خلاص نتكلم عن المطشين بقى المنتخب مع غينيا وإثيوبيا وأكيد حيكون لنا كلام كتير جدا عليهم وكمان تحديدا في الفقرة النهاردة مع دفنا العزيز كابتن محمود صالح وحنتابع برضو مطش النهاردة بين مصر وغينيا بالتفاصيل زي ما بيتقال في ضربة البداية والتصفيات كمان على كل حالة عايزين نقول أن الأهلي مش بينافس بس عشان برضو الصورة تبقى واضحة لما نيجي تكلم تحديدا عن نادي الأهلي أن نادي الأهلي مش بينافس بس في الموسم على لقب واحد أو لقبين فكرة كلها أن أنت كل ما بتحقق إنجاز كل ما بتبقى في بطولة كل ما بتكلم هنا كمان على بطولة قرية أو عالمية كل ما بتبقى عايز أكتر وسقف طموحك أكتر ده بالنسبة للعيبة بس لا ده بالنسبة للعيبة والجماهير وأي حد بيحب نادي الأهلي فيمكن أكتر مثل كمان أو المثل اللي أنا ممكن أتكلم عليه هنا وفكرة الطموح وفكرة أن ما لكش سقف في الطموح لما كنا زمان بنقول يا ريت نشارك في مونديال العالم للأندية بعد كده اللي حصل إن إحنا قدرنا إن إحنا نشارك ونحصل على ميداليا وبعد لما حصلنا على ميداليا مرة واثنين وتلاتة قلنا طب ما إحنا عايزين دلوقتي نروح ليه كاس العالم للأندية ونلعب المباراة النهائية عشان كده فكرة الطموح لا يتوقف وفكرة هنا الرغبة من قبل الجماهير كمان ملهاش حدود وملهاش سقف فإن شاء الله يكون النادي الأهلي مرة تانية كده بيسعدنا زي ما هو دايما بيسعدنا آه يمكن حصل دروب الفترة اللي فاتت يمكن فيه بطولة راحت مننا لكن إن شاء الله اللي جاي برضو يكون فيه تعويض كبير للجماهير قبل لأي حد تاني ده مهم جدا اللي انت تكلمتي عنه ده باختصار شديد جدا يا حضراته هو تاريخ النادي الأهلي تاريخ النادي الأهلي بيقول كده رموز النادي الأهلي تربوا على كلام الانهواند بتقوله ده